طب تاني نقطة بقى هو التحليل الزيادة ان انا افضل لما الموقف او القرار يبقى قدامي اقعد افكر كتير قوي بتديله اكبر من حجمه بكتير واقعد احط كل الافتراضات والاحتمالات قدامي لدرجة انه بيحصل تشويش في دماغي ما بين الصح وما بين الغلط فابسط حاجة واحسن حاجة ان انا احط الديدلاين يعني ايه دديدلاين؟ يعني انا ما عادش افكر كتير قوي لانه ممكن بعد ما يجي اخد القرار يكون زي ما بيقوله فات القوان انه مالوش ايه مالوش لازم زي مثلا لو واحد معروض عليه شغل جديد وهو في شغله ما بسقطه مستريح لكن انتقاله للشغل القفر مش قوي قوي ولكن ممكن على المدى البعيد يبقى احسن له فهو يفضل متردد ما بين ان هو ياخد القرار الجديد ده ويشتغل ولا يفضل في شغله القديم فلو قعد خد وقت الزيادة عن النزوم في القرار ده ممكن القفر يروح او ممكن يستغنوا عنه وياخد حد شخص جديد فيندم على القرار ده ولا طال ده ولا طال ده ولا طال ده فالتفكير والتحليل الزيادة مش مفيد خالص وفي نفس الوقت لازم تحط دادلين لنفسك ان انت فيه وقت معين لازم تاخد القرار فيه طح